يترقب المواطنون في مدينة تكريت يوم الانتخابات البرلمانية لاختيار ممثليه في الدورة المقبلة داعين إلى دعم الشخصية التي تلبط محابناء محافظة صلاح الدين في مختلف المجالات الزميلة سيل نوري استطلعت أراء المواطنين وأعدت التقرير التالي يسيطر الترقب والتأمل لموعد انتخابات تشرين على تفكير المواطنين في مدينة تكريت بغية اختيار الأفضل الذي سوف يمثلهم في الدورة البرلمانية المقبلة نحن كل الانتخابات نشارك بيها عوائننا ونسواننا أمهاتنا أخواتنا للعراق كلها المشاركة نريد للعراقيين كلها لا يوجد استثناء شخصيات كل العراقيين نشارك بالانتخابات وعوائننا تطلع إن شاء الله كلها تنتخب نحصل حقوق حقوقنا كشعب نحصل حقوقنا وظائفنا بشغلاتنا بخدمات بالنسبة للخدمات للشوارع للماء للكهرباء يعني تحسن الخدمات يريد إحنا إحنا لازم ننتخب ونطلع كنا إحنا وعوائننا وننتخب الشخص الذي يريده ونغير الحال على مود تجينا الخدمات والكل شيء لازم نغير الحال إحنا خدمات لازم من كل شيء ناخذ حقوقنا إن شاء الله من غير الحال ونرجو من العراقيين أن يطلعون ينتخبون الشخص الذي يريدونه على مود يغيرون الحال وترجع الأمور مثل قبل مواطنون عبروا عن إيمانهم بضرورة الإقبال على الانتخاب هذا الإيمان الذي ولدته سنوات عجاف من التهميش جراء الإقبال الضعيف على الانتخاب إحنا كنا قبل يعني خلنا نقول ما مقتنعين بالانتخابات أصلا خلاص بس يعني وما خدمتنا خلاص ولا ولا فادتنا أبد فإن شاء الله متجهين إلى الانتخابات وإن شاء الله باتجاه أفضل إن شاء الله وأنا كأني على عشيرتي على ديرتي لنشوف يعني نأكه إن شاء الله بعد عمال جديدة تتطور ووضعنا إن شاء الله ليتحسن والشي الهدف اللي نتحققه يعني ما نفقين ألا نصعد إلى واحد من محافظتنا حتى يفيدنا وإن شاء الله راجعين يعني بقوة ومساندينهم بشي أكتر شي نقدر عليه إن شاء الله نحن كمواطنين عراقيين يجب أن نشارك بالانتخابات لأن راح نختار الشخص اللي يمثلنا ويوصل معاناتنا وحقوقنا إلى قبة البرلمان وبالدور إلى الحكومة المركزية المقاطعة ما تجيب نتيجة الانتخاب أحسن واختار الشخص الصحيح هو هذا الحل الأمثل لكل مواطن مشاركة بكل الانتخابات السابقة دورات البرلمانية ويبقى يوم الانتخاب هو يوم الحسم والفيصل لتحديد من سيعمل على خدمة الوطن والمواطن لقناة صلاح الدين الفضائية أسيل نوري تكريت